في كل حرب يوجد بين الحطام أمل وحلم مختبئ وفي حرب السودان يوجد بين الحطام دمار ورعب مكتمل يدفن الشهداء والقتلى ويطيب الجرحى ويبقى هذا الدمار شاهدا على حرب عنيفة دارت بين الجيش والدعم السريع عشرات الآلاف من المنازل في أمدرمان بأحياء الملازمين بيت المال والدنوباوي وغيرها فرغت من ساكنيها يبدو أنه لم يسلم منزل من قذيفة أو رصاصة قليل من الأسر التي عادت بعد سيطرة الجيش وإبعاد قوات الدعم السريع عن المنطقة تفاجأت بما وجدته داخل منازلها من كان يصدق أن وراء هذه المنازل الهادئة المسالمة قصص مرعبة المواطن طارق دخل إلى منزل جاره وتفاجأه بوجود مشنقة سيحكي لنا تفاصيل هذه الحادثة داخل هذا المنزل أستاذ طارق ممكن تحكي لنا بالضبط ما شاهدته في هذا المنزل موسيقى موسيقى أنا بحكم عملي يعني غد يكون عارف المشانق والأدوات بتاعة القتل وفي الآخر عرفنا أن هي مشنقة لأنه ويجينا بعض الأوراق المنصورة هي محكمة ميدانية تحديدا وفيها مجموعة كان في الأسماع كده وبتاعة ويعني قلنا نحاول نشوف هل في جوسس هنا في حاجة الحمد لله ما كان في جوسس ورغم كل هذا الخوف الذي يحيط بالمنازل إلا أن بعض المواطنين الذين عادوا اشتكوا من سوء الخدمات ووجهوا نداء استغاثة للسلطة القائمة ما يجو أطفال ونسوان يجو الشباب عشان يغوموا المنطقة دي لكن غير كده نكون كذبنا على رقبتنا سلاح كتير زخيرة كتيرة مرمية الوطوة صخانة كلها ما في نظافة ما في حاجة لعمل الأمال الكبيرة ومحبة سكان أم درمان لمدينتهم وأحيائهم قد تجعلهم يعودون يوما لكن لا أحد يعلم متى فحرب السودان لم تتوقف بعد ليني عقوب الحدث أم درمان